خلونا نتكلم شوية عن الحوار الوطني وتحديدا في تصريح المنصق العام للحوار الوطني الأستاذ دياء رشوان النهاردة وقال نصر بأنه تم إبلاغه قبل قليل من الجهة الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار اللي أصابت مقر إنعقاد جلسات الحوار في مركز مؤتمرات مدينة نصر والذي هو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة أبلغت هذه الجهات بأنه الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف وما إلى ذلك بما يسمح بعقد جلسات الحوار لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي ولهذا وحرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلسات الحوار ووفقا لدورية الانعقاد المعتمدة والمعلنة فإنه تم اتخاذ القرار بإرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي علشان تنتقل للأسبوع القادم فتتم خلال الأسبوع القادم بنفس الجلسات والمتحدثين فيها الجدوى الماشي زي ما هو بنفس الحضور بالمناسبة بيوضح المنصق العامل أستاذ ضياء الدين رشوان بأنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي هتبقى يوم الحد 11 يونيو إن شاء الله كذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي هيبقى يوم الثلاثة 13 يونيو والمحور المجتمعي هيبقى يوم الخميس 15 يونيو بإذن الله وكما هي بكل الحاضرين والمتحدثين فيها دون أي تغيير أو تعديل على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر